بعد دولة الإمارات، المغرب يحصل رسمياً على أول طائرة مسيرة من طراز أكنجي من تركيا ليبلغ عدد الدول التي اقتنت مسيرات أكنجي التركية إلى حوالي عشرة دول وسط نمو غير مسبوق في الصناعات الدفاعية التركية مرحباً أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شوكلاس تلقى المغرب في بداية شهر فبراير من سنة 2025 عدداً من الطائرات المتقدمة من طراز أكنجي التي تصنعها شركة بايكار التركية وذلك في إطار جهودها لتحديث قدراتها العسكرية وتعزيز مراقبة مجالها الجوي وتشكل هذه الصفقة خطوة هامة في تطوير معدات الدفاع العسكرية للمغرب حيث تعد طائرات أكنجي قفزة نوعية في تكنولوجيا الطائرات المسيرة كما برز اسم بيرك دار أكنجي في سنة 2024 بعد أن لعبت هذه المسيرة دوراً حاسماً في اكتشاف مروحية الرئيس الإيراني المنكوب والتي فشلت كل دول العالم المشاركة في عمليات البحث في معرفة مكان تحطم الطائرة إلا هذه الطائرة التركية كشفته وبناء عليه لماذا يعتبر حصول أي جيش في العالم على طائرات أكنجي بمثابة قفزة نوعية في قدرات ذلك الجيش وما هي الدول التي تسعى للحصول على هذه المسيرة وما هو سر تقدم تركيا في صناعة هذا النوع من المسيرات في وقت وجيز وبتكنولوجيا محلية مرعبة لكل أعداء تركيا كل هذا وأكثر سوف أشرح لكم بعد هذا الفاصل أنا حمد القروي برنامجكم عرب شو بلاس أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المشاهدين إلى الضغط على زر الإعجاب حتى أعرف عددكم ونعود لموضوع حلقتنا حيث تم تجهيز طائرات أكنجي بتقنيات متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي مما يجعلها مميزة عن الأجيال السابقة من الطائرات غير المأهولة ومن بين هذه المنظومات نجد نظام إلكترونيات طيران المتطور الذي يتيح معالجة الإشارات ودمج المستشعرات وتوفير وعي لحظي بالوضع الميداني إلى جانب مهام المراقبة والاستطلاع والاستخبارات كما يمكن الاعتماد على طائرات أكنجي في تنفيذ ضربات دقيقة ويحظى هذا النوع من المسيرات بثقة المغارب حيث سبق للقوات الجوية المغربية أن حصلت على طائرات التركية بيرقدار 2B2 من الشركة ذاتها في عام 2021 وفي سياق المتصل أعلنت شركة بايكار مؤخرا عن إنشاء مصنع لإنتاج الطائرات المسيرة في المغرب بالشراكة مع الصناعات الدفاعية المحلية وهذا مؤشر آخر على تقدم وتوسع الصناعات الدفاعية التركية في العالم وفي هذا السياق قامت طائرات بيرقدار أكنجي المسيرة بتنفيذ أطلاق تجريبي باستخدام مجموعة التوجيه الجديدة غوكشي في شهر ديسمبر 2024 حيث شارك رئيس مجلس إدارة بايكار سلجوق بيرقدار عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاختبار أطلاق مجموعة التوجيه الجديدة غوكشي التي تم تطويرها بواسطة شركة توبي تاك ساك وكتب بيرقدار في منشوره اختبار أطلاق مجموعة التوجيه الجديدة غوكشي من طائرة بيرقدار أكنجي وكتب إصابة مباشرة وتواصل صناعة الدفاع التركية تقدمها حيث نجحت في تحقيق إنجاز جديد حيث تم اختبار مجموعة التوجيه الجديدة غوكشي التي تم تطويرها بالتعاون بين بيرقدار وتوبي تاك مع طائرات بيرقدار أكنجي وتعتبر بيرقدار أكنجي من صنف الطائرات المسيرة أي الدرون متطورة تم تطويرها من شركة بايكار التركية العريقة وهي مصممة لتنفيذ مهام متعددة في مجالات الاستطلاع والمراقبة وحتى الهجوم وتتميز الطائرة بقدرتها على حمل حمولة ثقيلة من الأسلحة والأنظمة الإلكترونية المتقدمة وكذلك تم تزويد هذه الطائرة بأحدث التقنيات في مجال الطيران بدون طيار بما في ذلك أنظمة توجيه دقيقة ومحركات قوية تمنحها قدرة على الطيران لمسافات طويلة وارتفاعات عالية وتتمتع بيرقدار أكنجي بقدرة على الطيران لمسافة تصل إلى 7500 كم بحد أقصى وهي قادرة على البقاء في الجو لمدة تصل إلى 24 ساعة وتعتبر هذه الطائرة من بين الأكثر تطورا في فئتها على مستوى العالم حيث يمكنها حمل سواريخ دقيقة مع قنابل موجهة وأنظمة استهداف متطورة وتعمل بيرقدار أكنجي بشكل رئيسي على تنفيذ المهام العسكرية خاصة الاستراتيجية منها مثل الهجمات على الأهداف البرية بينما يمكن أيضا استخدامها لأغراض مدنية مثل مراقبة الحدود أو حالات الطوارئ كذلك الطائرة مجهزة بأنظمة رادار وأجهزة استشعار متقدمة تتيح لها أداء مهامها بشكل فعال في مختلف الظروف الجوية وهذه نقطة جبية كما تم تطوير أكنجي بالتعاون مع عدة مؤسسات تركية بما في ذلك وكالة توبيتاك والتي تترجم بالعربية على أنها مجلس الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركي وقد شهدت الطائرة اختبارات ناجحة بما في ذلك اختبارات أطلاق الأسلحة باستخدام مجموعة التوجيه كوكشي وهو نظام تم تطويره أيضا داخل تركيا كما نجحت الطائرة المسيرة التركية بيرقدار أكنجي في اختبار صاروخين باليستيين أسرع من الصوت من تراز UAV-230 وEHE-230 حيث أصاب الصاروخين هدفا على بعد 155 كم بدقة بوسطة طائرات مسيرة بالتالي هذا إنجاز استراتيجي وبحسب مصادر تركيا فأن الصاروخ UAV-230 الذي يصل مده التشغيل إلى 150 كم هو النظام الوحيد الذي يتم إطلاقه من الطائرات بدون طيار حول العالم الذي حقق هذه المسافة حقا فهذا أمر مهم وتمتلك القوات المسلحة التركية أنظمة فعالة خاصة لضرب مواقع الدفاع الجوي والأهداف ذات القيمة العالية من مسافات آمنة ويأتي هذا الاختبار في إطار جهود تركيا لزيادة قدراتها الدفاعية وكذلك العسكرية في مجال الطائرات المسلحة بدون طيار والمجهزة بصواريخ فائقة التطور ويتمتع صاروخ EHA-230 المستخدم في هذا الاختبار بقدرات تفوق سرعة الصوت وقادر على ضرب أهداف بعيدة المدى بدقة عالية كما أعلنت تركيا في فبراير الماضي أنها نجحت في اختبار تقنية بصرية جديدة للطائرات بدون طيار تم تطويرها محليا وهو أحدث تقدم في النظام الحيوي الذي كانت تستورده من خارج تركيا لسنوات وتم اختبار نظام الاستطلاع والمراقبة والاستهداف الكهروضوئي السيل فيلر الذي طورته شركة السيلسان بواسطة المركبة الجوية القتالية بدون طيار بيرك دار أكنج والتي أصابت هدفا متحركا في البحر وفقا لمقطع فيديو شاركته الشركة المطورة لطائرة بدون طيار بايكار وظهرت لقطات الفيديو أن أكنجي الشقيق الأكبر لطائرة بيرك دار تو بي تو بدون طيار التي أثبتت فعاليتها في المعارك وهي تستخدم بودة الاستهداف السيلفاير 500 لتدمير سفينة سطحية بدون طيار من تراز الباتروس باستخدام الذخائر الذكية م اي تي وم اي ام ال التي طورتها شركة روكيتسان ويعد النظام الكهروضوئي تقنية أكثر تقدما مقارنة بنظام استهداف الفتحة المشتركة كاتس الذي طورته شركة السيلسان أيضا بعد أن أوقفت كندا بيع معداتها البصرية إلى تركيا في عام 2020 واقترحت أوتاوا أن النظام الملحق بالطائرات بدون طيار التركية الصنع قد استخدمته أذربيجان أثناء قتال القوات الأرمينية المحتلة بشكل غير قانوني لمدينة كارباخ الجيب الأذربيجاني الذي تم تحريره منذ ذلك الحين بفضل هذه التكنولوجيا التركية وشملت المعدات المحظورة أجهزة استشعار ويسكام المستخدمة في طائرة بيرقدار توبيتو التركية الشهيرة والتي طورتها شركة بايكار أيضا كما أعلنت كندا إلغاء ضوابة تصدير الأسلحة على أجزاء الطائرات بدون طيار بما في ذلك نظام التصوير والاستهداف بعد وقت قصير من موافقة تركيا الرسمية على طلب السويد لعضوية النات ودفع تجميد المبيعات تركيا إلى الاستفادة من الفرص لتعزيز قدراتها الدفاعية المحلية وإنتاج ما قال المدير العام لشركة السلسان أحمد أكيول هذا الأسبوع أنها بدائل من الدرجة الأولى ولم تكتفي الشركة بملء الفجوة التكنولوجية فحسب بل برزت أيضا كمصدر مهم ومنافس لكندا حيث تم بيع كاتس إلى عشر دول حتى الآن وتم تصميم نظام الاستطلاع والمراقبة والاستهداف الكهروضوئي الذي يطلق عليه اسم العين باللغة العربية المنصات المحلية لمنصات المحمولة جوا ذات الأجنحة الثابتة والدوارة بما في ذلك المركبات الجوية بدون طيار يعني الدرونات وكذلك المروحيات والطائرات أي أن هذا النظام يشتغل على كل هذه الأجهزة وكشف هذا المدير عن خطط تطوير لمعدات جديدة أكثر تقدما وقال أن هناك مخطط لتطوير نسخة أحدث والقادم سيكون أفضل بإذن الله وفي هذا السياق تم تسليح أكنجي لأول مرة إلى القوات المسلحة في أواخر أوغوستوس 2021 وهي الطائرة بدون طيار الأكثر تقدما وتطورا في تركيا والتي تراكمت لديها أربعين ألف ساعة طيران وقد أبرم مطورها بايكار صفقات لبيع أكنجي إلى تسعة دول حتى الآن وهناك دولة عاشرة في الطريق في حين تم تصدير بيرقدار توبي تو إلى ثلاث وثلاثين دول وتعد شركة بايكار أكبر مصدر للأسلحة في تركيا حيث حققت مبيعات بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبا في عام 2023 من إجمال 5.5 مليار دولار في البلاد بالإضافة إلى هذا لعبت الطائرة بدون طيار التركية بيرك دار أكنجي دورا حاسما في التعرف على حطام مروحية الرئيس الإيراني رئيسي بعد أن فشلت أغلب دول العالم المشاركة في البحث في كشف مكانه وهذا دق نقوز الخطر في عدة دول أوروبية ولأول مرة في التاريخ تم بث عملية بحث وإنقاذ على الهواء مباشرة من خلال كاميرا طائرة التركية بدون طيار مما اجتذب جمهورا يزيد عن 5 مليون مشاهد وعلى الرغم من الظروف الجوية السيئة التي أجبرت الطائرات التي تبحث الأخرى على الهبوط أكملت طائرة أكنجي بدون طيار مهمتها بنجاح وعادت بأمان إلى قاعدتها في تركيا وهذا النجاح التركي أكد للعالم أن تركيا اليوم ليست تركيا الأمس وفي هذا السياق أعلنت شركة بايكار التركية أكبر مصنع للمسيارات في العالم عن إنتاج ثلاثمائة وحدة سنويا من تراز بيركدار توبي تو وأكنجي حيث حققت الشركة نجحات كبيرة في مجال الطائرات المسيارة المسلحة وتصدر حاليا بيركدار توبي اثنين إلى ثلاثة وثلاثين دولة كما ذكرنا وأكنجي إلى عشر الدول ولضمان تسليم الطلبات في الوقت المحدد تواصل شركة بايكار تطوير بنيتها التحتية للإنتاج ووفقا لتصريحات المدير العام لشركة بايكار خلوق بيركدار لمجالة كابيتل فإن شركته تنتج حوالي 250 طائرة مسيرة من تراز بيركدار توبي اثنين و50 طائرة هجومية مسيرة من تراز أكنجي سنوين وسترفع هذه الحسة في السنوات القادمة وتخصص بايكار جزءا كبيرا من إرادتها لأنشطة البحث والتطوير حيث أنفقت 250 مليون دولار على البحث والتطوير في عام 2023 وحاليا تضم بايكار فريق عمل ليتكون من 4500 شخص بينهم 2000 مهندس و2500 فني وفي وقت سابق من هذا العام أعلن خلوق بيركدار أن الشركة طورت محركا محليا باسم MB100 لطائرات بيركدار توبي اثنين وأضاف قائلا لدينا هدف إنتاج 20 وحدة هذا العام ونخططه لاحقا للإنتاج المتسلسل لهذا المحرك كما تستخدم طائرات بيركدار أكنجي وبيركدار كازال ألمى محركات تربونية نفاثة وأوضح بيركدار أنه قرر العام الماضي الاستثمار في هذا المجال الحيوي وهم حاليا بصدد إعادة استثمار كبير خلال السنوات الخمزة القادمة ليصل إلى 300 مليون دولار لإنتاج محركات هذه الطائرات محليا في تركيا وأضاف في غضون أربعة سنوات سيكون محرك بيركدار كازال ألمى محليا بالكامل بشكل عام فلقد خصصوا له كذلك مليار دولار لتطوير مشروع بيركدار كازال ألمى عموما لأنه حسب رأيهم إذا كنت تنوي المنافسة عالميا فعليك الاستثمار بمليارات الدولارات وختم سلجوق بيركدار سهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس التنفيذي لشركة بايكار التي تصنع مسيارات أكنجي بأنه عندما كان في نيويورك مؤخرا أتيحت له الفرصة للقاء إيلون ماسك حيث أخبره أنه لم يتمكن من شراء سيارة توجي جي التركية لأنه لم يحصل على دوره في وقت قريب لذا اشترى سيارة تيسلا عوضا عنها وأثنى ماسك على الشركات التركية وقال أن تيسلا تعتمد على العديد من الشركات التركية لتصنيع قطاع غيارها وأشار بيركدار إلى أن هذه الاستثمارات ستجعل تركيا خلال أربع سنوات من بين الدول الرائدة في إنتاج أكثر الطائرات الحربية المسيرة تقدما في العالم وأكد أن تركيا تحتل المرتبة الأولى عالميا في إنتاج الطائرات المسيرة مضيفا أنهم يواصلون التقدم نحو أهدافهم بخطوات ثابتة بدعم من آلاف المهندسين وكذلك الفنيين وبسبب أهمية هذه المسيرة وقعت عدة دول عربية مثل السعودية وقطر والسومال عقودا لشراء المسيرات كما وقعت الإمارات العربية المتحدة مؤخرا اتفاقية متنوعة مع عدة شركات تركية وشمل التعاون بين الطرفين منصات جوية وبرية وبحرية بالإضافة إلى الذخائر بمختلف أنواعها وفي تصريحا لمسائل الأعلام قال رئيس الصناعات الدفاعية التركي البروفيسور خلوق جورجون أن تعاون تركيا مع دولة الإمارات في مجال الطائرات يشمل طائرتين بيرقدار توبيتو وأكنج المسيرتين وهي منصات رائدة لدى شركة بايكار التركية وبهذا الخبر نختم هذه الحلقة أرجو أن أكون قد فقط في نقل المعلومة إذا أعجبكم هذا النوع من المحتوى فاشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس لأن هذا يساهم في تطوير عملنا وأشكر كل من بلغ إلى هذا الحد في مشاهدته لهذه الحلقة كان معكم حمدي القروي أراكم في الحلقة القادمة إن شاء الله في برنامجكم عرب شو بلس